سهمة بشكل كبير جداً في دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للنهوض بزراعة وتصدير نخيل التمر طيب تعالوا نروح لخبر أيضاً عن المفتي وتصريح من فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يعني هو الحقيقة أدان بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى التفاصيل بتقول فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أدان بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك يوم الأربع مبارح تحت حماية شرطة الاحتلال وأداء تقصهم التلمودية بداخله مما أدى زي ما تابعنا طبعاً مع حضراتكم إلى تزايد التوتر في المسجد حذر مفتي الجمهورية الحياة في بيانه اللي أصدره أمس الأربعاء من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وتمس هويتها الحقيقية كما دعا أيضاً فضيلة المفتي إلى ضرور التحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدستها كما دعا العالم الإسلامي والعربي بكافة منظماته وهيئاته والتحرك الدولي وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة في مقدمتها يونسكو لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديداً خطيراً على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة